بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نرحب بجميع المشاهدين طلابنا طلاب صف الثاني عشر ومع هذه الدروس التي تأتيكم على قناتكم قناة عمان مباشر والاستكمال المنهج الدراسي وصلنا إلى نهاية المنهج الدراسي ومع الفصل الثاني ومع درس النموذج بوهر أو نموذج بور في التصور الذري الحديث في الحصتين السابقتين خضينا بعض المسائل وبعض الإثباتات واستطعنا أن حل مسائل متنوعة وأفكار مختلفة اليوم بإذن الله تعالى نستكمل هذه المسائل وهذه الأفكار حتى يمكن بإذن الله تعالى الطالب يصل إلى المستوى المطلوب المستوى الذي يريده من خلال حل مسائل متنوعة أو أفكار ودائما لما نريد نحل مسائل ننبه الطلاب ببعض الأفكار وبعض الأشياء اللي يمكن الطالب يستفيد منها وهو يحل السؤال لأن الطالب لما يحل السؤال يكون هذا السؤال داعم له يكون هذا السؤال سبورت للمادة العلمية اللي يكون داعم له لكيفية تعامل مع السؤال الاختباري وأيضا لترصيخ المادة العلمية أيها الطلاب العزاء كما قلنا نموذج بوهر وهذا النموذج وهو الدرس الأخير في هذا الفصل خضينا نحن مع بعض ويمكن الطالب يرجع إلى المقاطع أو إلى الفيديوهات السابقة ويتعرف على مجموعة من الأفكار وهذا ومجموعة من الاستنتاجات وصلنا إلى أن نصف قطر أي مدار يمكن أن نستعمل القانون اللي موجود لحين أمامكم هذا القانون تم استنتاجه ويمكن يجب السؤال الاختبار علي بروف إثبت هذا القانون وأنت مطالب بهذا الإثبات أو يمكن أيضا إثبات قانون سرعة الإلكترون لأي مدار وأي ذرة ومن خلال القانون هذا وطاقة الحركة للإلكترون في مداره وفي أي ذرة يمكن أن نستخدم قانونين يمكن أن نستخدم القانون لعليمين وهو أن طاقة الحركة للإلكترون في أي مدار يساوي سالب طاقة المدار وهذا القانون تم استنتاجه وتم مقارنته بعدما حلينا مسائل إثباتات أو يمكن أن نستخدم القانون لعليسار وهذا القانون لعليسار بالجول نعم القانون لعليمين بالإلكترون فولت يمكن أن تحوله إلى الجول بالضرب بشحنة الإلكترون 1.6 في 10 أو سالب 19 أو نستخدم القانون هذا وهو قانون مباشرة يكون بوحدة الجول لاحظ الزد العدد الذري لاحظ الآن رقم المدار أو مستوى الطاقة ورقم أربعة التي هي طاقة الوضع الإلكترون في أي مدار وأي ذرة يمكن أن أيضا نستخدم هذا القانون أو نستخدم القانون الثاني وهو النثنين طاقة المدار والنهاية يكون نستخدم قانون طاقة الكلية الإلكترون energy total الطاقة الكلية الإلكترون في أي مدار يعتمد هنا اعتمادا على العدد الذري الذي يعطى في الاختبار طبعا ورقم المدار أو مستوى الطاقة الذي يمكن طالب يحتاجه ننتقل بعد ذلك إلى سؤال ودائما نريد أيضا أن يكون المسائل متنوعة مسائل فيها مثلا بروف مسائل مثلا فيها تعليل مسائل فيها إحسابات فنقول السؤال وهذا هو عبارة عن سؤال كيف استطاع بوهر أو بور إثبات طيف ذرة الهدروجين لكل من ليمن وبالمر وباشين رياضيا بليمن وبالمر وباشين وضعوا قوانين وهذا القوانين حلناه في لما كان درسنا عن طييف ذرة الهيدروجين ولكن بوهر بعد ذلك وضع قاعدة معينة وضع فرض معين لحركة الإلكترون داخل الذرة وهذا الفرض من هذا الفرض استطاع بوهر إثبات أطياف ذرة الهيدروجين والسؤال هنا يقول كيف لكن كيف يكون مثماتيك كيف يكون رياضيا فنتكلم هنا أول شيء عن الذرة وهي اللي يتصورها عبارة عن نواة وشحنة النواة دائما نذكر طالبا أن شحنة نواة عبارة عن زد إي وهناك مدار ينتقل منه الإلكترون وإلى حيث أن بوهر يقول إذا انتقل الإلكترون من مدار أعلى أو مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل أو مدار أقل فإنه يبعث إلكترونات فإنه يعطي إلكترونات يعطي طيف هذا الطيف اللي يعطيه عبارة عن عبارة عن وش الطيف اللي يمكن أن يخرجه عبارة عن دلتائي وهذا حلينا على مسائل دلتائي معناه الطاقة التي سوف يبعثها إلكترون نتيجة الانتقال أو الطاقة التي يمتصها نتيجة الانتقال هي عبارة عن طاقة الذي انتقل منها الإلكترون دائما أنا أكتب إيفروم وهي طاقة المدار الذي انتقل منه الإلكترون ناقص طاقة المدار الذي انتقل إليه الإلكترون إذن إيفروم ناقص إي تو بعد ذلك انتبه ها خليك حين نحن بغير نسوي انثبات وبعد ذلك يقول اللي يريد ثبات يقول أن دلتائي الدلتائي عبارة عن اتش سي على لمدة وهذا الطالب حل عليه مسائل كثيرة حتى في مسائل تأثير قرضوي وطاقة المدار إيفروم طاقة المدار إيفروم تساوي سالب ثلاث عشر من قانون اللي احنا ذكرنا قبل شوية سالب ثلاث عشر المقسوم على ان فروم تربيع هنا زد تربيع لا ننسى الزد تربيع هنا يمكن إلغاء زد تربيع لما نتكلم عن ذرة الهيدروجين لأن ذرة الهيدروجين زد واحد وبالتالي فإن زد هنا واحد بعد ذلك اي تو طاقة اي تو تساوي أيضا سالب ثلاث عشر فاصل ستة على اي ال ان تو تربيع زد تساوي واحد الحين علينا فقط أن نعوض هذه المعلومات اللي احنا ذكرناها الحين نعوض هذه المعلومات في القاعدة أو القانون اللي باللون اللي بالنفسي يصبح القانون ركز معني يصبح هنا اتش سي على لمدة طول الموقي اتش سي طالب مع الطلاب للأسف ممكن حتى الرموز بعض ما يعرفه بتالي احنا نقولهم راقع عندك وقت للي يسترجع بالتالي يكون اي فروم تساوي السالب ثلاث عشر فاصل ستة مقسوم على ان فروم تربيع وهنا ناقص طبعا ناقص اي تو والاي تو فيها سالب من اول بيكون ناقص مع الناقص يكون موقب وبالتالي فان موقب ثلاث عشر فاصل ستة على ان تو تربيع يمكن ان الحين نعيد الترتيب فقط هنا نعيد الترتيب فيصبح اتش سي شوف الاثبات ندرّبكم على الاثبات هنا وبيكون نعيد الترتيب يكون ثلاث عشر فاصل ستة ان تو تربيع ان تو تربيع ناقص ثلاث عشر فاصل ستة على ان فروم تربيع لان في الاختبار يقولك دائما يجي اختبار عليه سؤال اثبات اتش على سي يمكن ان ناخذ عامل مشترك هنا وهو عبارة عن ثلاث عشر فاصل ستة ثلاث عشر فاصل ستة اذا هنا اذا يبقى هنا عندي واحد على ان تو تربيع ناقص واحد على ان فروم تربيع اتمنى الطالب يكون ماكن معي بعد ذلك انا اريد ان احصل على واحد لمدة لان متسلسلات ليمن وبالمر وباشن فيهن واحد على لمدة في القانون ولهذا هنا بنقسم المعادلة في اتش سي لما نقسم المعادلة في اتش تي سي تظهر المعادلة التالية اللي هي عبارة عن واحد على لمدة هنا بتكون ثلاث عشر فاصل ستة على اتش سي بينقوسين واحد على ان تو تربيع ناقص واحد على ان فروم تربيع وهذا الرقم اللي هو ثلاث عشر فاصل ستة طالب يعرف في قانون حساب طاقة اي مدار ثلاث عشر فاصل ستة هي تقاس بالالكترون فولت ومتسلسلات ليمن وبالمر باشن يقاد طول الموقع والطول الموقع بالمتر اذا لازم يكون نحول هذا الرقم الى الكترون فولت وهذا الرقم اللي هو عبارة عن هذا هذا الرقم يا طالب اللي هو اتش سي هذا الرقم اللي هو اتش سي غير لون شوين هو عبارة عن اتش سي ثلاث عشر فاصل ستة هذا الرقم نضربه في اي لماذا نضربه في اي لاننا نريد ان نحول هذا الرقم من ال من الكترون فولت الى الجول اذا عوضت عن هذا القيم يا طالب العزيز فانك انت بتحصل عليه وش ثلاث عشر فاصل ستة في شحنة الكترون واحد فاصل ستة والطالب يتسأل هل هذه الاثباتات او هذه الثوابت تعطى في الاختبار نعم تعطى في الاختبار بالتالي فاصل ثلاثة فاصل اربعة وثلاثين مضروب في سرعة الضو ثلاثة ضرب عشرة او ثمانية ولما نعوض عن هذا الرقم يظهر لي هذا الرقم صفر واحد فاصل تسعة سبعة وهذا الرقم ليس بغريب على الطلاب لماذا لان هذا الثابت ريدبرغ هذا الثابت ريدبرغ وبالتالي فان القانون اللي باللون البنفسقي يصبح بعد الاثبات واحد على لمدة يساوي ار كل ذكر قيمة عبارة عن ار واحد على اني تو تربيع ناقص واحد على ان فروم تربيع وهذا القانون هو قانون المتسلسلات لذرة الهيدروجين حيث ان واحد على لمدة ار ثابت ريدبرغ اني تو شوف هنا اني تو يعتمد طبعا في حالة ليمن او انتو اذا بتكون اني تو واحد تربيع في حالة بالمر والضوء المرئي يكون اثنين تربيع في حالة باشن يكون ثلاثة تربيع ويصبح هذا القانون اللي الحين استنتقوا العالم بوار قانون عام يمكن ان يستخدم الطالب في كل المتسلسلات او كل انتقالات يمكن ان نضع قانون اشمل واعم من هذا القانون عندما نضيف زد في القانون هنا اذا اضفنا زد تربيع في القانون اصبح القانون اكثر شمولية لماذا لانه اصبح هذا يمكن لذرة غير ذرة الهيدروجين الار لا يمكن الا مع ذرة الهيدروجين هذا القيمة الار ولا هذا دائما قيمة الار يا طالب العزيز هذا قيمة الار ثابت ريدبرغ فقط مع ذرة الهيدروجين اما غير ذرة الهيدروجين ما تساوي الار لا يجب ان نضيف فيها ان نضيف مع الار زد تربيع ولا هذا قاعد سؤال علل في مرة قاعد سؤال في الاختبار يقول لك ايون الليثيوم لا بعد ما قلت بناك سؤال علل لا يمكن تطبيق ثابت ريدبرغ على ايون الليثيوم لان ايون الليثيوم الزد له ما يساوي واحد يساوي كم يساوي ثلاثة وهذا ثابت ريدبرغ فقط لما يكون عندي ذرة الهيدروجين انجي استاذ لو كان ذرة غير الهيدروجين قلنكم ان نخبركم قلن لكم نستخدم هذا القانون الاعم والاشمل مع اضافة زد تربيع ويكون امور طيبة هذا احنا الحين اثبتنا قانون وبهذا القانون اثبتنا ننتقل الى سؤال اخر هذا سؤال حلنا المرة الماضية ننتقل الى سؤال اخر ومن انواع الاسئلة اللي تكون ايضا يهتم فيها الطالب هي اسئلة التي مدموقة بين درس سابق ودرس الحالي درس السابق في هذا السؤال هو ما يخص التأثير الكهروضوئي ايلكترو ايلكترون اللي هو ايفكت اللي هو الظاهر الكهروضوئية يمكن هذا السؤال يكون عبارة عن سؤال لدرس اليوم ودرس السابق في ذرة الهيدروجين لازم الطالب يركز على السؤال في ذرة الهيدروجين اذا معناه ان هنا الزد يساوي واحد انتقل ايكترون من مدار اسمه ن اي الى المدار الاول لاحظ الى مستوى الاول المدار الاول الانون في ذرة الهيدروجين الانون في ذرة الهيدروجين فتحرر فوتون اكيد لما ينتقل من مستوى طاقة اعلى الى مستوى طاقة اقل يبعث يعطي يتحرر فوتون هذا الفوتون تمكن من تحرير إلكترون هذا الفوتون اللي يتحرر هذا فوتون تحرر هذا الفوتون سقط على دالة أو على معدن دالة الشغل له شوف دالة شغل W. تساوي 3.5 إلكترون فولت فإذا توقف أيضا قود لقاف فإذا توقف الإلكترون بسبب قود عكسي هذا القود يساوي 9.25 إلكترون فولت إلكترون فولت يا طالب معناه أن هذا هو كاينة تيك انيرجي طاقة الحركة لماذا؟ لأن الطالب يعرف أن يعرف الطالب كيف أن طاقة الحركة تساوي E مضروبة في V وهذا بوحدة الجول طبعا بوحدة الجول لكن إذا بغدت بوحدة الإلكترون فولت معناه أنه بيكون E V مقسوم على E مقسوم على E وبالتالي تصبح قيمة طاقة الحركة تساوي قيمة فرق القود ولكن بالإلكترون فولت وهذا ما واضح في الرسمة مكتوب أنه V.9.25 وقود ليقاف 9.25 إلكترون فولت بسبب هذا التحويل أن هذا التحويل يضع أن نلغي E مع E فيبقى V طيب سؤال الأول في الفصل الماضي كان سؤال تدريب حالفصل الماضي أوقد طاقة الفوتون الطالب يقول يعرف أن طاقة الفوتون التي يبعثها هذا الإلكترون عبارة عن دالة الشغل زائد طاقة الحركة قانون أنشتاين وبالتالي هنا W.3.5 وطاقة الحركة 9.25 يقول بالجمع يطلع للإنتيجة 12.7 5 إلكترون فولت هذه هي الطاقة التي انتقل أو التي ظهرت عند انتقل إلكترون من مدار إلى مدار آخر وهذه الطاقة إذا تريدها أنت بالجول 12.75 نضرب طالب يقول أحيانا يا أستاذ ونحن قاعدنا في السؤال أوقد طاقة الفوتون ما أعطينا مفتوح سؤال ما خبرنا به وحده لكن إذا قبت بالإلكترون فولت حولها بعد ذلك إلى الجول بالضرب في 1.6 في 10 السالب 19 إلا إذا كان السؤال قال لك أوقد بوحدة معينة فهذا يكون غير بالتالي فإن الطاقة ما الفوتون هذه عبارة عن 2.04 بالحساب عندك سالب 18 جول يساوي جول بعد ذلك ننتقل إلى السؤال رقم ب أوقد سرعة إلكترون في المدار الطالب يقول أوقد سرعة إلكترون في المدار ويعرف الطالب أن هناك قانون تم استنتاجه ويمكن أن يراقع له هو عبارة عن V سرعة إلكترون في أي مدار تساوي 2.2 في 10 أو 6 ويمكن قم قلتكم هذا القانون يعمل الطالب بروف ويحصل عليه زد على الأن طيب بنعوب يقول الطالب يقول أن أحصل على رقم المدار الذي فيه إلكترون كيف أحصل على رقم المدار الذي فيه إلكترون هذه الطاقة التي ظهرنا وحسبناها هي الطاقة هذه الطاقة بالإلكترون طبعا هذه الطاقة لما انتقى الإلكترون من مدار أعلى إلى مدار أقل وعليه فإن فرض بوار يقول هذه الطاقة التي تنخرج بتكون عبارة عن دلتأي تساوي طاقة المدار الذي انتقل منه الالكترون ناقص طاقة المدار الذي انتقل إليه الالكترون هذا فرق بوار طاقة الالكترون المدار والطاقة التي طلعها الطاقة التي انبعثت من هذا الانتقال حسبناها السؤال من خلال قانون كالنشتاين طلعت 12.75 فازل 7.5 ولازم بالالكترون فولت تساوي من أين انتقل الالكترون يقولك اي ان اي اذا الطاقة الذي انتقل منها اي ان اي ناقص المدار الذي انتقل إليه اي تو قالنا إلى المدار الأول والطالب يعرف أن طاقة المدار الأول يمكن طالب حافظ أن طاقة المدار الأول سالب 13.6 الالكترون فولت الطالب يقول استاذ انا ممكن ما قدر احفظ اذا عندك قانون لحساب طاقة أي مدار تساوي سالب 13.6 على ان تربيع زد تربيع واش تساوي سالب 13.6 المدار الأول اذا وان تربيع في زد تبع الهيدروجين وان تربيع تساوي سالب 13.6 الالكترون فولت وبهذا الرقم انت حصلت على الطاقة التي انتقل من الالكترون وهي بتساوي زائد زائد كم؟ زائد 13.6 لان سالب مع سالب موقف اذا طاقة المدار الذي انتقل منه الالكترون اي ان بتساوي كم؟ 12.75 ناقص ذرة 10.6 بعد الانتقال بتساوي اي طاقة المدار الذي انتقل منه الالكترون يا طالبي تساوي سالب فاصل ثمانية خمسة يقول استاذ هذا طاقة المدار احنو نريد رقم المدار نريد مستوى الطاقة القانون نفسه نستخدم القانون هذا اللي هو اعقلنا اي لطاقة اي مدار تساوي سالب 13.6 على الن تربيع واذا منزعك من الزد خلاص خفيها الزد واحد هيدروجين واحد ومن هنا اقدر اقول ان الان تساوي سالب 13.6 مقسوم على الطاقة والطاقة ترى انا حصلت عليها الطاقة حصلت عليها فوق بتساوي سالب 13.6 مقسوم على الطاقة اللي حصلناها سالب صفر فاصل ثمانية خمسة لا تنسى ان هنا ان تربيع ومن هنا فان الان تربيع بتساوي بعد التعويض 16 واذا انا اريد الان بتكون مع القذر اربع اذا حصلت على الان الحين اقدر احسب سرعة الالكترون والطالب اكيد فاهم واكيد انتبه معي فان الزد واحد والان اي اربعة واذا عوضت فتحصل على ان سرعة الالكترون في هذا المدار كلما ابتعد الالكترون عن المدار اكتبع 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 الالكترون عن النواة فان سرعته سوف تقل وهذا ما ملاحظ في القيم ننتقل بعد ذلك الى سؤال اخر وهذا السؤال تم حله في المرة الماضية يمكن طالبي راقع بعد ذلك سؤال اخر يقول يتحرك الترون في مدار نصف قطره هذا الرقم اذا يمكن في السؤال يعطيني نصف قطر المدار ما يعطيني رقم المدار فاقول له انا من خلال قانون نصف قطر طبعا اكترون في ذرة هيدروجين في ذرة الهايدروجين انزين طاق رقم رصف قطر الكترون في اي مدار اقدر احصل عليه من القانون اللي تم ايضا اثباته ويمكن الطالب يرجع عليه يساوي النتربيع على الزد يا طالب ركز حين بغا نحن نجيب والزد واحد اذا كانت الزد واحد فان النتربيع اذا الزد واحد طبعا هيدروجين بيكون الانتربيع تساوي ر ان مقسوم على صفر فاصل خمسة اثنين تسعة في عشرة السالب عشرة على ذلك ويش نعوضه هل الطالب معي هل الطالب مركز هل الطالب يكتب معي في قلم معه هو اني بغا الطالب يكون مركزة تسعة اثنين في عشرة السالب عشرة ونصف القطر اللي ما أعطيني في السؤال لاحظ في السؤال ما أعطيني نصف القطر واحد فاصل تسعة واحد في عشرة السالب تسعة اذا طالب عوض بالحسابة سوف يجد ان الان تربيع تساوي ستة وثلاثين معناها ان الان تساوي ستة بعد ما وضع القذر الحين السؤال للطالب يقول هل ولي المطلوب ان لا نقرأ سوال او قد طاقة التأيون قبل ان اجيه طالب طالبة تسأل سؤال ما معنى طاقة التأيون وهل طاقة التأيون علينا او كذا هو طاقة التأيون هي نفسها طاقة الحركة فما نريد احنا منكم نعقدكم وهو الطاقة اللازمة لنزع الكترون مداره الطاقة اللازمة لنزع الكترون عن مداره وبالتالي هي في الاصل كائنتك انرجي كأن السؤال يقول لك اوقت طاقة الحركة كأن يقول السؤال اوقت طاقة الحركة الكترون في هذا المدار وبالتالي يكون السؤال بسيط لان طاقة الحركة للإلكترون في اي مدار نحن ذكرناه في بداية الحلقة عبارة عن سالب طاقة المدار سالب طاقة المدار قانون هذا ولهذا فإنه يساوي كم سالب طاقة المدار طاقة المدار أي يقول الطالب أنا عارف الحين أن هاي ذرة أدرجين عندي قانون سالب 13.6 على أن تربيع في زد التربيع هذه هي طاقة المدار نكمل نكمل يا طالب يساوي السالب بين قوسين سالب 13.6 على رقم المدار اللي هو أن تربيع خلاص قاهزنا اللي هو 36 أو نقول أن تربيع رقم المدار والهيدروجين من هنا فإن طاقة الحركة اللي هي طاقة التأيون السالب مع السالب يقيموكب بتكون 0.378 إلكترون فولت 0.378 اللي وبالتقريب يكون الجواب ألف طالب حل مسائل وإن تتحل المسائل تزداد معلومات وتزداد معرفة يدور إلكترون في ذرة الهيدروجين هذا السؤال السالس هو سؤال عام يحكي كل القوانين اللي احنا درسناها الحين في هذا نموذج بوهر يعطيك هذا القانون كامل فيقول يدور إلكترون في ذرة الهيدروجين وين في المدار الرابع في مستوى الطاقة الرابع مستوى الطاقة الرابع طيب يقول السؤال أوقد سرعة إلكترون حين نبدأ نحن نطبق قوانينها القانون اللي بنستخدمه عبارة عن V تساوي 2.2 في عشرة السالب أو سالب لا 6 سرعة إلكترون قوية زد على الأن هل الطالب يحل؟ أكيد أنا أمتكد لحين الطلاب اللي يشاهدوني يحلوا قبلي بعد يساوي 2.2 في عشرة أو ستة الزد واحد لماذا؟ هيدروجين العدد الذري ماله واحد على الأن المدار الرابع يمكن الطالب يعوض ويحص النتيقة أي نتيقة ما هو مهم عندي أنا صف فاصل خمسة النوع كذا فستة ويش متر على الثانية أو خمسة فاصل خمسة في عشرة وستة ما في بس كمية التحرك الزاوي عفوا كمية الحركة الإلكترون شوف فرق بين كمية الحركة لأن أيضا قبل أن أجينا كان طالب يسأله في فرق بين كمية الحركة وكمية التحرك الزاوي حتى بالانجليزي كمية الحركة مومنتم كمية التحرك الزاوي أنجولر مومنتم أنجولر مومنتم كمية التحرك الزاوي فالسؤال يقولنا أوقد كمية التحرك ترى كمية التحرك هي عبارة عن القانون لو طالبنا باللون آخر مثلنا قانون كمية التحرك المومنتم عبارة عن ويش MV فقط كمية تحرك الزاوي MVR وعليه فإن كتلة إلكترون معروفة 9.1 في 10 أسالب 31 ضرب الفي اللي حصلت عليها قبل 0.55 في 10 أس 6 يمكن أن تعوض عن هذا الرقم فيطلع النتيجة 5 ضرب 10 أسالب 25 كيلو جرام متر على الثانية طالب ركزها كمية التحرك الزاوي أن يعجبني الطالب لما يحل السؤال يسترقع المعلومات حيث أن يقول الطالب أن كمية التحرك الزاوي عندي قانونين لحساب كمية التحرك الزاوي أما كتلة إلكترون في سرعة إلكترون في نصف قطر إلكترون أو رقم المدار في H على 2π يعطي نفس النتائج يعطي نفس النتائج ولكن أنا كطالب عندي اختبار وعندي وقت معين أختار الحل الأسهل لأن هناك طلاب يقولوا الوقت ما كفانا وفي طلاب يقولوا الوقت كفانا وزيادة بعد فلماذا؟ لأن الطالب هذاك سوى حال كنترول سوى كنترول حال تايم ولكن الثاني لا بي أختار القانون الأسهل لماذا اختارت هذا القانون أن على 2π يقول طالب يقول أستاذ لا أنا أختار القانون لفوق M V R ال M عندي ال V عندي ال R أحسبها أحسبها ال R ما عندي ال R أحسب ال R ثم أعوض عادي ولكن نقول أنت بتأخر أما هنا لأن أستخدم هذا القانون لماذا؟ لأن ال N عندي قاري المدار الرابع وال H ثابت بلانك عندي ثابت 2π إذن هذا أسهل وأقل عمليات ويكون أسهل للطالب بيكون 4.2 في 10 السالب 34 بعد ذلك انتقلنا طاقة الوضع للإلكترون أيضا الطالب شوف الطالب يستفيد من السؤال أنا كيف أنا تستفيد من السؤال؟ تستفيد من السؤال يذكرك بالمعلومات ومن هنا انت تحطها لنفسك قاعدة كطاقة الوضع للإلكترون عندي قانونين هي عبارة عن ويش ثنين طاقة المدار ثنين طاقة المدار أو طاقة الوضع تساوي السالب 4.3 4 في 10 السالب 18 زد تربيع على أني تربيع هذا قانونين يمكن أن تحصل عليها طاقة الوضع بحيث أن هذا بالجول وهذا بيطلع لي بالإلكترون فولت بعدين يمكن أن أحوله بالجول طالب مخير أن يستخدم هذا القانون أو هذا القانون وأنا باستخدم هذا القانون الأول وأتمنى من الطلاب اللي يشاهدون الحين بعدين لما يروح يراجعه ويذاكره ويكده المعلومة يقرب القانون اللي تحت إن شاء الله بيطلع نفس القانون إذن بي إي تساوي ويش تساوي تساوي 2 طاقة المدار 2 طاقة المدار وطاقة المدار يساوي سالب 13 فاصل 6 على أني تربيع زد تربيع بيساوي كم نكمل يساوي 2 البنقوسين سالب 13 فاصل 6 على المدار الرابع تربيع وذرة الهيدروجين للزد تربيع هنا إذا عوضت عن هذا القيم سالب 1.7 إلكترون فولت وبعد ذلك إذا بغي تحول بتقول بوتينشن إنيرجي سالب 1.7 والطلاب خلوكم معي ومنتبهين ومركزين 1.6 في عشر أسالب 19 لماذا ضرب هذا الأستاذ هذا الرقم حتى نحول القيمة من إلكترون فولت إلى جول وأيضا التعويلات هذه مطلوبة من الطالب حتى يكون فاهم لو عوض الأرقام بيطلع النتيقة هذه بالجول ننتقل للسؤال الأخير سؤال كما خبرتكم أن السؤال هذا عام ومفتوح ويخبرنا كل القوانين اللي درسنا ونصف قطر أي مدار RN قانون قوانين ترى إذا معناه إن هذا الدرس إن الطلاب متخوفين لأن هذا الفصل فيه أكثر كما وصل لهم أكثر درجات هذا الفصل وأنقولهم إذن حظكم جميل لأن هذا الفصل أفكار ما كثيرة قوية معقدة لو إنك أنت يطالب تكون مركز 0.529 في 10 السالب 10 المدار الرابع أربعة تربيع الطلاب يسألوا اللي يمكن دخل دواء معناه يقول ليش يعوض عن الن بأربعة لأن في السؤال قالنا المدار الرابع إذن أوكي بعدين الزد واحد لأنه هيدروجين وبالتالي لما تتعوض عن التعويض وبيطلع 8.4 في 10 السالب 10 يا طالب خليك معنا بعد ذلك ننتقل إلى سؤال آخر نجو بأسللة اختبارات هذا السؤال حلنا وهذا السؤال حلنا مع بعض المرة الماضية يمكن طالب يرجع إلى الدروس الماضية وهذا السؤال يقول إذا كانت ويش إذا كان مقدار كمية التحرك الزاوي إذا كان مقدار كمية التحرك الزاوي لإلكترون الطالب ما نعيد له أن كمية التحرك كمية التحرك عبارة عن N H على 2 باي وبالتالي السؤال أعطاني كمية التحرك هذا قال يا كمية التحرك عبارة عن 4 H على 2 باي إذا سوينا مع هذا القانون N على 2 باي ماذا نفعل بعدين نحذف نحذف ال H مع ال H وال باي مع ال باي 2 مع ال 2 ماذا نستنتق يقول الطالب أستاذ نستنتق أن رقم المدار تساوي 4 طيب إذا رقم المدار 4 أصبح السؤال أمور طيبة وواضحة لأن السؤال يقول لي أوقد نصف قطر المدار اللي موجود فيه ونقول RN ها كثير عندنا نحل مسائل شوف أن الطالب لما يحل مسائل كثيرة تترصخ عنده القوانين وما يحتاج حتى يتوجه إلى الورقة الأخيرة من الاختبار هذا وموجود 0.529 في 10 السالب 10 المدار كم نعمل 4 تربيع على الزد واحد هدروجين يما الطالب يعوض يقول أستاذ عوضنا وحصنا النتيجة هي دال هي النتيجة دال وبالتالي هذا ننتقل إلى سؤال آخر حاوة قدر المكان نحل مسائل هذا السؤال يحلنا المرة الماضية ننتقل إلى سؤال آخر وهو سؤال انتقال إكترون من وإلى نذكر مرة ثانية الفرض من البهر الثالث يقول عندما ينتقل الإلكترون من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل يشع الترونات يشع فتون يشع طاقة عندما ينتقل من مستوى طاقة أقل إلى مستوى طاقة أعلى يمتص وخبرنا إذن بالتالي فإن والقانون الذي يمكن أن نستخدمه في هذا هو قانون الذي يقول دلتأي التغير الانتقال يكون إي فروم ناقص إي تو ونقول إحنا نحادي طلاب أن قالنا السؤال عند انتقال كذا واكتساب شوف على الانتقالات الطالب يلاحظ الرسوم بيانية موش فيها في على اليسار رقم المدار رقم المدار على حسب كلام رذفر على اليمين مستوى الطاقة على حسب كلام بوهر وبوهر استبدل استبدل بوهر رقم المدار بمستوى الطاقة فيقول مستوى الطاقة level of energy وبالتالي هذا الالكترون انتقال من وإلى لاحظ انتقالات كل انتقالاته عبارة عن انتقالات امتصاص ولهذا قال اكتساب ولهذا قال هو اكتساب ولهذا هنا يا طالب الدلتأي الدلتأي ركزنا الدلتأي نضع لها سالب واحد فاصل ثمانية تسعة هكذا اللي احنا نستقدم لماذا وضعت المعلم سالب لان امتصاص لما يكون امتصاص اكتساب اذا يأخذ الطاقة اذا بيكون سالب وبالتالي هنا لماذا ايه بالتالي هنا لماذا احنا قلنا هذا الكلام اذا استنتقنا ان الدلتأي بتكون سالب واحد فاصل ثمانية تسعة وهذا ويش اي فرم ناقص اي تو اذا وين استاد الجواب اذا انت شوف الانتقال كأن السؤال يقول لك استخدم حسابتك بسرعة وشوف من هو الانتقال اللي اذا طرحت طرحت طاقة المدار الانتقل منه ناقص طاقة المدار الانتقل اليه اطرح ما بينهم شوف الرقم كيف يطلع يقول استاد انا بقرب اذا خلنقرب الانتقال ايه الانتقال ايه لاحظ الانتقال ايه من ينتقل انتقل من المدار هذا من هذا الى هذا اذا نقص هذا ناقص هذا نقص هذا نقص هذا الطالب يكون معي حين مع حسابه بيطلع عشر فاصل اثنين الالكترون فولت اذا ما هو ينتقل الى الانتقال بي شوف الانتقال بيه الانتقال بي يكون من ايه من انتقل انتقل من هذا الرقم الى هذا الرقم اذا هذا ناقص هذا الرقم شوف قرب الطالب إذا قرب سوف يجد أن P تساوي سالب 1.89 إلكترون فولت معناه أن هذا هي الإقابة الصحيحة وحظ الطالب أن المحاولة الثانية هي التي أتت إلى النتيجة النهائية معناه ما يحتاج أن أسوي C ولا D إلا إذا كان الطالب الحين قاس يتدرب ويتدرب يمكن أن يعمل له المحاولة C والمحاولة D تقنب على ذلك سؤال آخر شوف المسائلة تتشابه تتشابه هذا السؤال يشبه هذا السؤال بس هذا السؤال انتقال انتصاص هذا السؤال هو عبارة عن انتقال انبعاث وفي ذرة الهدروجين أي المناطق في طيف في أي منطقة من الطيف في أي واحد منهم يقول لك الأي والسي في أي منطقة وهذا يوم الأيام كنا نحن لما انصحح السؤال للأسف الطلاب وضعناهم غلط لأن الطالب لا يركز على السؤال السؤال يقول في عنده أي منطقة من الطيف ويش سوى الطالب قال مثلا الانتقال ايه من الرابع إلى الأول إلى الأول إذا الليمن فكتب الطالب ايه ليمن خطأ هو ما يقول السؤال أي متسلسلة يقولك أي منطقة انت عرفتنا ليمن ليمن في أي منطقة أكيد الطالب عارف يقول ليمن في منطقة الفوق بنفسجية إذن الطالب الذي كتب ليمن للأسف يكون غلط متى يكون صح إذا كان السؤال إلى أي متسلسلة تنتمي هذا الانتقال فلازم تركز على السؤال ولازم تقيب على السؤال على حسب السؤال طبعا ما تكون إجابة مختلفة س انتقال من هنا انتقال س انتقل من الثالث إلى الثاني يعني طالب يكتب بالمر لا ليس بالمر ولو يقول منطقة نعم يقول طالب بالمر يقع في منطقة الطيف المرئي إذن هنا الطيف المرئي طيب احسب الطاقة التي يشعها الإلكترون أثناء الانتقال بي أنا أقولك يا طالب الحين أنت الحين قالست تتدرب أنت الحين قالست تتدرب أنت الحين قالست حال القوانين فنقولك يا طالب هناك حل يتراني هذا الحل الأول وهذا الحل الثاني الحل الأول بنكون حلو نحله مع بعض الحين والحل الثاني حله أنت وتطلع نفس النتيجة الحل الأول هو باستخدام طريقة بوهر طريقة بوهر ويش طريقة بوهر يقول اني انا استخدم الدلتا اي وهي اي فروم ناقص اي تو اي فروم ناقص اي تو الطريقة هذه اي فروم ناقص اي تو الطريقة ونجيب من الطاقة طبعا من هنا نحصل على الطاقة اللي تشعها انتقال بي الطريقة الثانية انك انت اول شي تستخدم المتسلسلات وتجيب واحد عن لمدة وتساوي 1 على N2 تربيع ناقص 1 على N from تربيع عندك الانتقال من وين الحين بتحصل على 1 على لمدة بعد ذلك عندما تحصل على هذه تروح تعوض عن الطاقة وتساوي HC على لمدة معناها HC مضروبة 1 على لمدة ما يحتاج تقلب هذا الرقم إذن هذا الرقم تعوضه هنا ثم تكون النتيجة بالجول تكون النتيجة بالجول ثم تحولها الالكترون فولت نعم إن شاء الله فانتقال بي الانتقال بي وين الانتقال بي هذا هذا الانتقال بي انتقل بي من هنا ولهذا ترى لاحظ شبا ما أعطينك رقم المدار وما أعطينك مستوى الطاقة وكأنه يقوله يمكن أن تحل الطريقة بهذا أو كذا فانتقل من البي من من هذا E from إلى هذا E2 إذن انتقل في البي بيكون سالب واحد فاصل خمسة واحد ناقص إلى إلى واحد إذن معناه ناقص ناقص تلتعشر فاصل ستة معناه إن هنا إذا عوضت عن هذا القيمتين بتكون ثنعشر فاصل سفر تسعة إلكترون فولت يمكن تحولها إلى الجول بالضرب واحد فاصل ستة في عشرة والسالب تساعة عشر وتساوي النتيجة بتكون واحد فاصل تسعة في عشرة والسالب ثمانتعشر جول يا طالب العزيز قرب الطريقة لقم ثنين لماذا؟ لكن عشان نحين بتعرف الطريقتين وبعني في الاختبار لما تكون الاختبار ما تسوي طريقتين إنما طريقة واحدة وتكون الحال النهائي إلا إذا بعد الطلاب ميسو يحلوا الطريقة أولى يحلوا الطريقة الأسهل ويثبتوها خلاص ثم ينتقل المسائل الأخرى ويحل بعد ذلك يجد عنده وقت متسع كثير عنده تقريبا نص ساعة وأكثر في الاختبار هو بعد فاضي يمكن أن يتأكد من الحلول باستخدام حل آخر حتى يتأكد أن الحل اللي هو حله صحيح تقلب على ذلك إذا كانت سرعة إلكترون في أحد المدارات هذا الرقم إذن احسب رقم المدار عند القانون إذن حنوحا لينا مسائل متنوعة ومن هذه المسائل ترصخت عنا الثوابت من بعض الطلاب يقول يا سيد نحن مكثر من حل مسائل ترصخت عنا الثوابت ترصخت عنا القوانين حتى ما يحتاج إلى أن نبحث إلى نتجه إلى الورقة الخيرة في الاختبار أعطانا السؤال السرعة قالنا إذا كان السرعة كذا إذن نروحا عاوض عن السرعة سبعة فاصل ثنين ثمانية في عشرة أس خمسة منها بعض الطلاب يعمل يكون طالب هذا هو تشك حاله منها طالب يسميه تشك ذاتي منها يتأكد ذاتيا مثال نقول مثل سرعة إلكترون يا طالب ترحي إلكترون كتلة صغيرة فسرعة إلكترون تكون كبيرة جدا أنا بعض الطلاب يقول لك أنا حسابة سرعة إلكترون كم قال ما عرف رقم كذا كذا في عشرة والسالب خمسة والسالب كذا سرعة إلكترون بالسالب هذا مشكلة بستحيل هذا الإلكترون سريع بالتالي السالب ما ممكن إذن تفي عندها غلط الطالب إما يحل ويعوض عن السالب إذن حله خطأ في عنده شيء يستوي هنا واحد زد لأنه واحد ضارة الهدروجين وبالتالي الآن تساوي يمكن الطالب يعوض الحين هنا بيكون 2.2 في عشرة أس ستة مقسوم على سبعة فاصل الثنين ثمانية في عشرة أس خمسة وبيعوض هنا ويجد أن رقم المدار يكون رقم صحيح يساوي في هذا المثال ثلاثة شوف السؤال شوف المسائل لا تتشابه المسائل تتشابه هنا انتقل الإلكترون في أحد الإلكترونات من الليثيوم هذا الليثيوم الحين ما كل مرة هيدروجين هذا الليثيوم من مستوى الطاقة من هنا من مستوى الطاقة الثالث إلى مستوى الطاقة الأول معناه من هنا الإلكترون انتقل من هنا إلى مستوى الطاقة الأول أكيد بيطلع طاقة كيف يقول السؤال أو قل التردد شوفوا الحلين وأتمنى من الطلاب يحلوا الحلين لأن انت الحين هنا في موقف التدريب فيجي الطالب يقول استاذنا كيف بنحل هنا نقول أما أنك تستخدم طريقة بوهر واللي هي عبارة عن الدلتئي تساوي طاقة المدار الذي انتقل منه ناقص طاقة المدار الذي انتقل إليه ومن هنا تحصل نحن 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 نعوض من هنا انتقل من المدار الثالث إذا معناها هذا الطاقة ما له كم سالب ثلاثة عشر فاصل ستة ناقص إلى وين إلى سالب مئة وثنين وعشرين فاصل أربعة إذا عوضنا بيكون الطاقة الدلتئي الدلتئي كم تساوي هنا بتساوي الطاقة مقدارها واحد أو مئة وثمانية نعم مئة وثمانية فاصل ثمانية إلكترون فولت ما هذا الحل ما هو ذا هو ما باقى الطاقة إذن باقى هو التردد أقول له أنا أنا عارف أن الدلتئي الدلتئي طاقة يعبارة عن أتش في أف أو أتش سي على لمدة لكن هنا باقى أن أف وبالتالي واعد صفر ثمانية صفر ثمانية ولكن أيضا لازم نضرب لازم نضرب هذا الرقم ب واحد فاصل ستة في عشرة أس سالب تساط عشر لماذا؟ حتى نحول من إلكترون فولت إلى الجول بعد ذلك نعوض في القانون ويكون الأف فرانك وينسي هذا؟ مية وثمانية فاصل ثمانية في واحد فاصل ستة في عشرة أسالب تساط عشر على ثابت بلانك في عشرة أسالب واربع وثلاثين إذا عوض الطالب في هذه القيمة سيجد أن أيوة واحد فاصل سبعة في عشرة أسالب سبعة عشر هرتز أسالب لا قال المخرج النتيجة كده وبالتالي فإن هذا الرقم لو عوضنا بيكون ثنين فاصل ستة في عشرة أسالب هرتز هذا هو التردد وبالتالي لما نجد نشوف خيارات نجد الخيار هذا لأن المخرج قال أن الوقت هراس ما كف وهذا يخبركم أن الفيزي يحتاج تركيز وهذا الطالب يحتاج أن يكون في البيت يمذاكر يختار المكان المناسب للمذاكرة أي إزعاق في أي تشويش معنا بيأثر عليك أو الطريقة الثانية الطريقة الثانية طريقة المتسلسلات بس أنا أعطيكم الطريقة وإنت عليك أن تحل كيف أستاذ واحد على لمدة R Z تربيع واحد على N2 تربيع ناقص واحد على N from تربيع لماذا وضعنا Z لأن الليثيوم وبالتالي والليثيوم الطالب يقول أستاذ كيف الليثيوم الطالب يعرف أن الليثيوم تساوي العدد الكتلي مالا ثلاثة السبعة والعدد الذري أتميك نمبر ثلاثة كل موجود عندي هنا من هنا شوية طالبة معي فقط من هذا تحصل على قيمة واحد على لمدة واحد على لمدة بالمتر سالب واحد أستاذ كيف ما عندي الآر عندك ثابت ثابت ردبرغ Z ثلاثة تربيع الان تو هو انتقل إلى المدار الأول ناقص الان فرم جاي من المدار الثالث انت قدر تعوض عنها وبعدين أستاذ وبعدين عاد انت عوض ان مطلوب التردد فالترد عبارة عن C على لمدة وبالتالي فان CF تساوي C مضروب واحد على لمدة ما عليك فقط الا انك سرعة الضو ثلاثة ضرب عشرة أستمانية تضرب في القيمة اللي حصلت عليها هنا تجد ان الرقم نفسه باذن الله تعالى 2.6 في عشرة أس 16 هرتز وبهذا يا طالب العزيز انهينا العام الدراسي طبعا انهينا الدروس اللي كانت عليك في هذا السنة حلينا مع بعض مسائل ما عليك فقط انك انت الامور عندك متوفرة الطالب اللي كان مشغول او اللي كان نايم ولا كذا ما علي فقط الا ان يرجع الى اليوتيوب ويجد هذه الدروس موجودة ويسترجع وعند الخيار يوقف الفيديو يسرع الفيديو يرجع الفيديو وبالتالي كأنه هو عنده معلم موجود عندك في البيت وبالتالي هذا بهذا الطريقة احنو ساعدناكم وفرنا لكم كل شي ما عليكم فقط الا انكم تراقعوا وتركزوا وتنتبهوا وهذه الايام ايام محتاج الطالب الى دفعات ايقابية خلي عنك الاشياء السلبية ابتعد عن الاشياء السلبية اهتم بالاشياء الايقابية هذا الحين ماشا الحين الطالب اي طالب يقسم مع طالب صريقه او عند اي زميلة او عند اي مكان ابتعد دائما عن الامور السلبية يتوقع اي شيء ايقابي يقول نعم احسنت اي شيء سلبي يقول سيت لماذا لان الطالب محتاج هذه الايام الى ايقابيات حتى تزداد عنده الروح للمذاكرة والاهتمام وكذا وبإذن الله الله تعالى ان شاء الله يوفقكم ان الله لا يضيع اقرى من احسن عمل وبالتالي احنا دائما ايضا ندعو لكم دائما ندعو نحن للطلابنا بالتفوق والتميز والراحة البال والتركيز وبارك الله فيكم اشكركم قزيلا على المتابعة وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة